قال إسماعيل قديد الرئيس قسم الدراسة والتطوير بالمديرية العمل الأمن الوطني إنه تم حتى الآن إنجاز أكثر من سبعة ملايين بطاقة وطنية جديدة وفق المعايير الحديثة كما كيعرف الجميع في البطاقة الوطنية وظيفتها الأساسية هي إثبات الهوية ومنذ استصدار الجيل الجديد من هذه البطاقة الوطنية في غشت 2020 يعني سنة ونصف إلى حد الآن تم إنجاز ما يقارب عن سبعة ملايين ونصف بطاقة جديدة هذه البطاقة التي تعتمد على الوسائل التكنولوجية الجديدة التي أعطتناها هذه البطاقة التي هي مؤمنة التي يصعب تزورها وبطاقة منفتيحة التي تمكن المؤسسات العمومية والخاصة المخولة من القانون بأنها تولج المعطيات المضمنة في هذه البطاقة وهذه المعطيات أو هذه القراءة التي تتم بطريقة إلكترونية لهذه البطاقة سيتمكن هذه المؤسسات بأنها تواكب تحول الرقمي الذي يعرفه في ظل التطور الذي يعرفه العالم بانتشار الوسائل التكنولوجية الجديدة والاعتماد على الوسائل التواصل الاجتماعي هذا الذي خلال بأن المواطن اليوم يعتمد في المعاملات دياله ويفضل بأنه يستعمله بطريقة رقمية عبر الأنترنت ويفضل بأنه احتهل المعاملة بأنها تتم عن بعد كذلك خلالنا المؤسسات الوطنية بأنها تقوم بتقديم وحدة الخدمات عن بعد بالنسبة للمواطن وبعض هذه الخدمات تستلزم بأنه يتم فيها إتبات الهوية هنا قطرح لنا وحدة الإشكالية ديال الثقة والثقة التي تكون رقمية ما بين هذا المستخدم ولهذا المستعمل لهذه الخدمة هذه مع المؤسسة التي تقدم هذه الخدمة ونحن اليوم هذه البطاقة الوطنية الجديدة التي تتمثل دور جديد التي تلعبها في هذه الفضاء الإلكتروني لكي توفر خدمة تأكد من الهوية المواطن التي تستخدم هذه الخدمات الإلكترونية وذلك عبر وسائل جديدة التي تصفرها المديري الأمم الموطني في هذه الصادة